أطلقت الهند قمراً إصطناعياً قالت إنها تهدف من ورائه إلى اكتشاف بيئة كوكب المريخ وتحقيق أهداف تقنية وفضائية وعلى الرغم من أن العلماء الهنود يؤكدون أنهم لا يهدفون بهذا الإنجاز أي يدخلوا في تنافس فضائي مع أي دولة أخرى فأن المراقبين يقولون إن الهند تشعر بالقلق من تطور التقنية الفضائية الصينية هذا القمر الاصطناعي الذي أطلقته الهند سوف ينضم إلى مجموعة من المسابير التي تعمل بالروبوت وتهدف إلى كشف أسباب الاختلاف بين كوكب المريخ وكوكب الأرض الذي يشبهه في كثير من الجوانب القمر الهندي يهدف أيضاً إلى اختبار تقنيات السفر إلى مدارات الكواكب هذه المهمة تأتي بعد أن توصل المسبار الهندي تشاندريان في عام 2009 إلى اكتشاف جزئيات مائية على سطح القمر مهمة أكبر أخرى أمام علماء الهند هي اكتشاف غاز الميثان الموجود في فضاء المريخ ويرتبط هذا الغاز بوجود الحياة هذه هي الخطوة الأولى ويظل كوكب المريخ لغزاً بالنسبة لنا وإذا كانت فيه حياة أو انتهت منه الحياة أو لم تكن فيه حياة أصلاً فنحن نريد أن نعرف الأسباب العلماء في الهند يقولون أنهم ليسوا في صباق مع أحد في مجال الاكتشاف الفضائي والمعروف أن الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا هي فقط التي رعت برامج فضائية ولكن المراقبين يقولون أن الهند بدأت في تطوير برنامجها الفضائي بسبب قلقها من تطور التقنية الفضائية الصينية المجاورة ومن جانب آخر يؤكد العلماء الهنود أن نفقات البرنامج التي يشرفون عليها أقل بكثير من تكاليف برامج الولايات المتحدة وروسيا وبعيداً عن الأجواء التنفسية العالمية تابع سكان الهند انطلاق هذا القمر من جزيرة شريهاريكوتا في الشاطئ الشرقي من البلاد وقامت هيئة الفضاء والبحوث الهندية بنقل الإطلاق مباشرة على شبكات التلفزة أشعر بالسعادة لأن بلداً نامياً مثل الهند أصبح قادراً على إرسال قمر اصطناعي إلى كوكب المريخ برنامج الفضاء الهندي تطور بصورة كبيرة على الرغم من أن الدول الغربية فرضت عقوبات على الهند بعد إجراء تجربتها النووية الأولى في عام 1974